مع انتهاء آخر أيام شهر أيار المخصص لإكرام سيدتنا والدة الإله مريم العذراء أقامت الكنائس الكاثوليكية في المملكة احتفالات روحية تخلى لها طوفان في ساحات الكنائس حمل خلالها المؤمنون تماثيل وإيقونات العذراء وزياح المقدس كما أقيمت في الكنائس قدديس احتفالية ابتهاجا بهذه المناسبة المباركة ففي كنيسة القديس يحنى دولاسال الفرير جبل الحسين أقيم قداس إلهي بمناسبة ختام الشهر المريمي ترأسه غبطة البطريار فؤاد طوال بمعاونة الأب إبراهيم نفاع رعي الكنيسة وفي نهاية القداس الذي حضره عدد كبير من أبناء الرعية أقيمت دورة شموع في ساحة الكنيسة حمل خلالها المؤمنون تمثال السيدة العذراء جرى هذا الاحتفال الديني بتنظيما من الشبيبة وبمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيمي بكل فرح وإيمان كما احتفلت كنيسة الحبل بلا دنس للاتين الحصن بقداس عيد الزيارة واختتام الشهر المريمي ترأسه كاهن الرعية قدس الأبرى مزد عيبس بمساعدة الشماز عبدالله دبابني والشدياق طارق رزق الله إضافة لخدام الهيكل حضر القداس جمعا من المؤمنين من أبناء الرعية متأملين في عدد الأبد عيبس التي دعت المؤمنين إلى الابتعاد عن الأنانية وعيش نعمة المساعدة والخدمة بشتى أشكالها وفي نهاية القداس أقيمت الدورة الاحتفالية تكريما للعذراء بختام شهرها المقدس وفي كنيسة القديس مخائل في بلدة أسماكية تابعة لمحافظة الكرك ترأس الأب أكرب مشربش والشماس الإنجيلي زعل حجزين القداس الاحتفالي الذي أقيم بمناسبة اختتام الشهر المريمي اجتمل الاحتفال على دورة تقليدية جابت شوارع أسماكية حاملين تمثال السيد العذراء لتحل بركتها على أبناء البلدة وبعدها ترأس الأب بمشربش القداس الاحتفالية بهذه المناسبة الإيمانية وفي الأرض المقدسة نظمت مجموعة كشافة تيرا سنطا نسور المهد في مدينة بيت لحم الدورة الاختتامية للشهر المريمي والتي اتطلقت من كنيسة المهد مرورا بشارع النجمة باتجاه مؤسسة العمل الكاثوليكي واختتمت بالصلاة وعطاء البركة شارك في الدورة التقليدية المئات من أبناء الرعية الذين تلوا خلالها الترانيم الخاصة بمريم العذراء ومن ثم جابت السيارة التي تحمل تمثال العذراء مريم شوارع المدينة لتحل بركتها على كافة المؤمنين في العالم